الصحابة ردوان الله عليهم علموا حقيقة الدنيا وأسلافنا ردوان الله عليهم و علماؤنا علموا حقيقة الدنيا الإنسان يريد أن يعني يترك أثرا طيبا فأي الأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى عندنا المحافظة على الصلوات الخمس عندنا الدعوة إلى الله عز وجل كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أن يدعو الإنسان إلى الله عز وجل وأن يأخذ بأيدي الناس إلى الخير ويكون دليلا لهم على طريق الخير موصلا لهم إلى طريق الجنة فهذه من أسما ومن أفضل الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى عندنا الصدقة إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم انظروا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ويأتي بماله كله ليضعه أمام النبي عليه الصلاة والسلام انظروا إلى عمر الفاروق يأتي بنصف ماله ليضعه أمام النبي عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لأنهم علموا أن الإنسان مهما تصدق ومهما أنفق فإن هذا المال الذي ينفقه الإنسان لا يقل من ماله إنما يربيه وإنما يزكيه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم فهذا المال الذي ينفقه الإنسان أجره وثوابه كبير عند الله سبحانه وتعالى فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعجب عندما نجد الإنسان ينفق ماله وينفق أكثر ماله في ملذات الدنيا وفي مطعامه وفي مشرابه وفي ملبسه وفي سياراته وفي مسكنه يشتري أغضل الثياب ويشتري أغلى السيارات والعربيات ويشتري لذ الأطعمة وعندما يأتي يتصدق تجدوه ينفق أقل المال أقل المال ينفقه وأقل المال يتصدق ببل وقد ينفق ماله كله على أولاده ثم يريد منهم بعد ذلك أن يقوم له بعمل صالح أو بصدقة جارية أو بكذا أو بكذا فلماذا أنت لو أنك قدمت لنفسك لماذا لم تقدم أنت لنفسك لو قدمت لنفسك لكان خيرا لك عند الله سبحانه وتعالى وأبقى فأولادك بعد ذلك يذهبون معك إلى قبرك ثم إن جلسوا معك ساعة أو ساعتين أو أكثر إلا أنهم ستركونك يأتي الإنسان إلى قبره ويأتي معه ماله ويأتي معه عمله ويأتي معه أولاده ثم يرجع المال ويرجع الأهل والولد ثم يبقى الإنسان في قبره ولا يبقى معه إلا عمله فعمله إما أن يكون صالحا وإما أن يكون شرا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى يبقى الإنسان في قبره ولا يبقى معه أحد فأمواله وأولاده تذهب يذهب أولاده ليأخذون هذا المال ويتمتعوا به كما يشاءون وكما يريدون يذهبون به إلى هنا وإلى هناك ويسافرون إلى الأماكن يدفعوا فيها أكثر أموالهم التي ورثوها من آبائهم ولم يتفكروا ولم يعقلوا للحظة واحدة أنهم يقدموا لوالدهم أو لوالدتهم عمل صالح أو صدقة جارية وقد يقول بعضهم أنا ليه أعمل كده لو كان معاه الفلوس وكان يقدر يعمل بس ما عملش لو كان عاوز يتصدق أن تصدق لو كان عاز ينفق أن ينفق فصحابة النبي عليه الصلاة والسلام علموا مكانة الصدقة والإنفاق الإنسان يعني كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يتصدق بعدل التمرة ويكون من مال طيب والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا ثم يأخذ هذا المال الله سبحانه وتعالى يتقبل هذا المال ويأخذ بيمينه ثم يربيه لصاحبه فيكون سببا لنجاته أمام الله عز وجل ويكون شفيعا له عند الله سبحانه وتعالى الأعمال الصالحة كثيرة هيأها الله عز وجل للإنسان وأرادنا سبحانه وتعالى أن نأخذ بهذه الأعمال وأن نتقرب بها إلى الله عز وجل كصلاة وصدقة وزكاة وبر وحج وعمرة وبر وإحسان الإنسان قد يريد أن يتصدق وقد يريد أن ينفق ولكنه لا يجد ما ينفقه فيقول كلمة طيبة فترفعه عند الله سبحانه وتعالى درجات وتحط عنه خطايا وذنوب وسيئات الإنسان يمتلك الكثير والكثير قد يتصدق الإنسان بجنيه واحد فيربيه الله عز وجل ويزكيه له فيكون سببا لنجاته أمام الله سبحانه وتعالى ويكون شافعا له عند الله عز وجل فعد الإنسان منه أن يجد وأن يجتهد في أن يترك أثرا طيبا يلقى الله سبحانه وتعالى به يعلم ويتأكد يقينا أن هذا العمل الصالح الذي يتقرب به لله عز وجل قد يكون هو سببا في نجاته وسببا في نجاته من النار وسببا في رفعتي عند الله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر